تعد جامعة بنسوي في الأهلية أحد أهم المشروعات التعليمية التي أنشأتها الدولة على مساحة 42 في الدانان داخل مجمع 330 في الدانان بشرق النيل حيث شملت المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى وأصبحت جامعة بنسوي في الأهلية جزءا لا يتجزأ من منظمة التعليم الجامعية في مصر حيث لا تهدف إلى الربح بل لخدمة الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم وذلك حرصا على تأهيل الطلاب على أعلى مستوى في إطار رؤية مصر 2030 تخصصات متعددة ومعامل مجهزة لاستقبال الطلاب بجامعة بنسوي في الأهلية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجمع بين النظام الحكومي والساعات المعتمدة لبرامج جديدة ومتطورة إحنا عندنا في بنسوي في عندنا إحنا القرار بتسعتاشر كلية لكن إحنا دلوقتي مبتديين باتناشر كلية فيها تسعتاشر برنامج بيني متميز فيه خطاع العلوم الصحية كاملا كليه الطب أو برنامج الطب وبرنامج السيدلة وبرنامج العلاج الطبيعي وبرنامج طب الأسنان وبرنامج التمريد بدأنا علشان خرج طالب متميز لازم نفتدي نعمل بروتوكولات تعاون دولية بدأنا في بروتوكول مع جامعة في أمريكا بداية ببرامج معينة زي ببرامج هندسة وعلوم عملنا عدة لقاءات معهم المسؤولين في الجامعة هناك وقدمنا الطلبات لمجلس الجامعة وتم الوافقة عليها مبدئية كلية الإعلام على مستوى الجمهورية كليات الإعلام بشكل عام لها نظام تقليدي في الأقسام الإزعاء والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة ده المعتاد وده المتعرف عليه وفقا للتطوير اللي بيتم من خلال لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات والتطوير اللي بيأكد عليه دكتور منصور حسن رئيس الجامعة إن جامعة بنصوي في الأهلية تكون حاجة مميزة والبرامج اللي موجودة فيها تكون مميزة وقيمت الجامعة على مساحة أربعين فدان لتكلفة وصلت لما يقرب من أربع مليارات جنيه وتضم الجامعة 12 كلية وتسعة عشر برنامجا بيني تعمل على تدريب وتأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي تم تطوير برامج الطب والجراحة على مستوى الجمهورية تتم الدراسة فيها بطريقة تكملية خمس سنين دراسة وسنتين امتياز بيتم تدريب الطلاب فيها على التدريب الإكلينيكي مبكر والتدريب الميداني البرنامج ده بيطلق خريج بيبدأ اللي هو يتعامل مع الفيروس ويبدأ يعرف التكنيك وازاي يعمل تشخيص برامج الهندسة عندنا مواجبة للاحدث المعيير العالمية ومعيير التعليم والجودة اللي حطاها الوزارة وان شاء الله بتكون بنظام السعادة المعتمدة وده هيسمح للطالب انه هو يدرس المواد بالشكل اللي هو حابه افتتاحات وتطويرات نالت جميع المجالات والملفات التي تمسوا المواطنة بشكل اساسي ومباشر جامعة بني سويف الاهلية تعد واحدة من 16 جامعة على مستوى الجمهورية تجمع بين النظام الحكومي والسعادة المعتمدة ببرامج جديدة ومتطورة وتعمل على خدمة الطلاب وتأهيلهم لمواكبة السوق المحلي والعالمي فهنا مثلا تضم هذه المستشفى 174 سريرا مقسمين على قطاعات مختلفة من غسيل كلوي أسرة وغرف للعناية المركزة بالإضافة للحضانات والعيادات الخارجية عدد الأسرة في المستشفى 175 سرير تقريبا مقسمين 27 سرير استقبال طوارئ 75 سرير إقامة على مختلف الأقسام 10 سراير عناية مركزة 6 سراير عناية متوسطة قسم عمليات بيحتوى على خمس غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى إفاقة بعد العمليات حوالي 7 سراير قسم نسا كامل مجهز حوالي 15 سرير إحنا هنا فتحنا بقيلنا سنة في الرعاية عندنا حالات الأوت كوم هنا كويس جدا بنسبة للحالات في حالات ستيبر وحالات بنتات عندنا خمس بنتات هنا الجهازة كويشة جدا شغالة تمام لو في أي وصل في الجهاز بنبلغ به وهنا بيجي الصيانة بنشتغل في الفور على طول خدمات تعليمية وصحية تجمعت لتخدم أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة كالمينيا والفيوم وأسيوت كاريم بيبرس التلفزيون المصري